اخوان السلام عليكم تنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير هذا الفيديو مخصص للناس اللي بغوا يشاركوا في المسابقات بخصوص كاناري الموزيق الأحمر سواء كانت هذه المسابقة محلية ولا كانت عالمية يمكنك تشارك بها بمواصفات اللي تخص كاناري الموزيق الأحمر وكيف تنتج هذا كاناري الموزيق الأحمر مادوم نحن في بداية موسم التزاوج اول شي خاصة اكتعرف كاناري الموزيق اش ناوو كيفاش نتشو كين واحد الفيديو اللي كنا ندرنا قبل سنخلي لكم في صندوق الوصف وغديبان في الاشعارات الفوق يمكن لكم تطالعوا لي باش تفرقوا ما بين كاناري الموزيق الأحمر تبقى وتبدو كيفاش تنتج تبقى وكيفاش تنتج التبقى وهالشي كامل هدرنا عليه بلا ما نعود نهدر عليه في الفيديو لعن الفيديو قصير اليوم الشيء الثاني اللي كيهم كاناري الموزيق الأحمر وهو تلوين خاصة ضروري اللون يكون واضحة كي ما كنقولو الماسك ويكون الكتفين ويكون الصدر وكذلك أسفل الظهر هاد البقاء الحمراء تكون واضحة وما تكون شمشتة وبالنسبة للذكور اللي معترف بهم هو التبدو وبالنسبة للإيناد اللي معترف بهم هو تبقى هذا الشيء ضروري يجب أن تتعرفه الشيء الثالث وهو ضروري ما خاص يكون كمال الريش الطيور اللي ستشارك بها خاصة الريش يجب أن يكون كامل يعني ما يكون شريش اللي هو عوج أو شريش اللي هو ما كاملش هاد الشيء يخدموا للناس بفيتامينات قصدة كمال الريش للطيور الشيء الرابع اللي ضروري خاصة هو يتخذ بها الاعتبار هو أن هذه البقعة لا تكون ملطخة في الطائر كامل يعني يبانوا الصفورية فيه يبان فيه شيلون ما بيتش هذا الأبيض خاصة يكون تلجي فالنسبة للأسفل ستعطيه واحد الصبغال اللي ستعطيه الأزواج قبل أن يبيضه تقريباً شخص 15 يوم قبل أن يبيضه وتخليها حتى يطيروا الولاد من العش عاد تحبس اليوم هذه الصبغال البيضة بشيء الثاني الداخلانية تكون بيضة عاد من بعد ستبدأ تعطيه من بعد 45 يوم السبغال الحمراء اللي يكون فيها الكلوروفيل وكانتكس لكي يأخذوا هذا اللون الأحمر بلون أحمر مزيان يبان فيه كل اللي يعطيه في الباطي وكل اللي يعطيه في الماء هذا الشيء كامل أرى ممكن إذا أردوا لكم هذا الريش في الجنحين كما تشاهدوا في الطائر أرى ممكن أنه يؤثر على تنقيط الطائر كيف يبقى الحجم؟ الحجم ليس ضروري كثير من تلوي بالنسبة لي أنا بالنسبة لأحد أخر الله أعلم كيف تنتج الطائر عنده حجم كبير؟ فممكن أنك توضف طيور اللي كيكون عنده حجم كبير وتزاوج مع الطيور اللي عندك قصد إنتاج الطيور اللي عنده حجم كبير وتبقى كتمارس كل سنة ولكل موسم حتى تولي عندك سلالة كبيرة أولا بعض الناس كيجوا من الأخر كيمتون الريسي سيف ويزاوجوا مع الموزيك كيحصلوا على شي طيور عندهم ويبقى ويزاوجوا ويزاوجوا حتى كيتبتوا هذه السلالة الحرة عندهم تولي عندهم مستقرة هذي كيالي كيخدموا بها في الموزيك بالإضافة للشي ممكنش لينصحكم بالتزاوجات يا صافي مدام أن الموزيك ولا واجد ولا والطيور اللي كينين في مواصفات عالمية يمكن لكم تاخدوهم وتخدمو بهم ماشي تاخد حاجة ناخصة وتسنة أنك قدي تنتج بها لتشارك بها بمسابقة خاصك تاخد حاجة مقعدة من الأول وتشارك بها في المسابقة بالنسبة للطيور اللي كيكونوا في المعرض ريمكن الإنسان يمشي المعرض ويتقدم منه يعني هذي الطيور رك تكون مزيانة وغالبا تمن ديالك يكون مرتفع شيئا ما فالسؤال الإخوان اللي غادي نسول هو السبق شي واحد فاز بشي مصابقة سواء دولية ولا كما كنقولو عالمية ولا كنقولو محلية فاز بها شي متسابق معانا ولا من المتتبعين ديالنا ولا من الناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا يخلينا تعليق وشكرا بزاف على الدعم ديالكم كم فيما كنتوا سواء كنتوا في مغاربة او لا من دول مجاورة فمرحبا بكم في القناة وشكرا على الدعم ديالكم مجددا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة